ما هو قانون الجذب؟ ما نفكر فيه ونشعر به ونركز عليه حتماً سنجنيه بأمر الله سبحانه وتعالى في عالمنا المادي الوعي بهذا القانون أو بهذه القوة يعطيها قوة داخلنا يعطينا في الداخل يقين وظن عالي بتحقيق هذه القدرة نحن في ديننا أقرب ما نكون لهذه القوة أو لهذا القانون تحديداً قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء ما شاء كلمة مطلقة إن شاء خيراً فليظن خيراً وإن شاء شراً فليظن شراً إذن الله سبحانه وتعالى تحقيقه للدعاء ليس له حدود مطلق قال سيدنا عمر أنا لا أحمل هم الإجابة إنما أحمل هم الدعاء لأن الدعاء رزق من الله سبحانه وتعالى ولكن الإجابة موجودة شئنا أم أبيناه بحسب ظن الإنسان بالله سبحانه وتعالى في ديننا يجب أن نمزج قانون الجذب بقوة الدعاء إلا موجودة في ديننا يجب أن نضيف هذا المبدأ أو هذا الدعاء لقانون الجذب ليتجلى لنا ما نريد هذا الدعاء يجب أن يكون مصحوب بترددات عالية إيش هي الترددات هذه هي الضم بالله سبحانه وتعالى هي الثقة العالية بخالقنا اللي خزائن ملكه لا تنفذ إن يحقق لنا ما نريد من أحلام من تطلعات لأننا مميزين عن باقي البشر عن باقي المخلوقات مميزين مفضلين عن سائر الخلق أجمعين لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلقنا من روحه فينا من سمات الله سبحانه وتعالى ومن صفات الله سبحانه وتعالى ومن روح الله سبحانه وتعالى لذلك الله سبحانه وتعالى قال أنا عند ظن عبدي به ظن بالله الظن الحسن ليتجلى لك ما تريد